السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما نشعر في الله هركم تسمعوني. اعتذر عن التأخير. هل تسمعوني? سلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة اليوم حبيت نتكلم. بالمناسبة انتع خمسة جولة رأي جاية. وكذلك يعني شفت بليكين فيه بعض الأسئلة. وهذا شيء طبيعي. وان شاء الله يعني نرجع شوية على القلق اللي رأيه في الوسط. لأن الأمور اللي راه يتلحقني يعني من بعض الناس. اللي رايه انهزمت يعني في النفسية انتاعها. راهم طاح لهم تحت لهم المعنويات. وراهم يشتكي. وراهم يقولوا وين رأنا وين لحقنا. وكان فيها تراجع في المصداقية وتراجع في المشروع النوفمبري. يعني امور كما حكذا. لأنهم حاسبين انه قلناها من قبل. انهم حاسبين انه راحين يعني بمعجزة. من اليوم الغدوام يعني بين ليلة وضوحاها راح نعيشوا في جنة. راح نرجع للجنة. راح نرجع للجزائر جنة. وكل واحد يعيش فيها بي. بالأحلام انتاعوا. ناسين بلي رانا فوق للارض بللي قلنا بللي سرع راهو دائم. بللي اعداء انتاعنا. ما رامش يحبسوا. ما رامش خدموا مليون. وابللي. لالالالالالالالالالالالالالالال... أمر كله معركة. يوم علينا. ويوم لنا. ان شاء الله الايام اللي تكون لنا اكثر من الايام اللي تكون علينا. الشرط. الشرط. اننا نكون وصادقين مع الله شرط أننا ما نفقدوش ثيقة ما نيئسوش صحيح أنه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني ودخلهم شك حتى يقول الرسول والذين معهم مات نصر الله نعرف بالله هذا الإنسان يخلق ضعيف يعني يتقلق واختاش النصر واختاش كذا وكذا ولكن النصر كل ما يطول كل ما تكون قيمته عالية كل ما يعرف الشيء اللي ضح عليه شحال غالي كما يعرفنا احنا شحال الجزائر غالية والنصر اللي ضحات عليها ضحات عليها بصبر بالدم بالعرض بالألم بالموت على هذيك للأمر ما هوش سهل وما راحينش البني وجزائر من اليوم الغدواء تصبح الجنة الجنة رأي عند الله سبحانه وتعالى احنا رأينا في الأرض باش نضربوا باش نضربوا مع أعداء تعنا مع أعداء الله مع أعداء الأمة مع الناس اللي ما تحبناش الخير وهذه الحقيقة تعصير عن تعنا منذ نقول فقط منذ 62 منذ الاستقلال الوهمي اللي يعطوهن اللي وهمونا به وقالوا نبلي رأكم استقللي في أول حديث هذا خلينا نخرج أولا متدوى ما انتعنا هذي وباش نكون يعني باش نفهم الوضع حقيقة باش نعرفوا شكون هو العدو انتعنا باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه باش الناس اللي راهي اللي راهي عايشة في وهم في وهم فرنسا في وهم في وهم الحب انتع فرنسا وفي وهم الود انتعها وفي وهم التقرب معاها ونقاسموا معاها المستقبل ونقاسموا معاها الأحلام باش نستفيق احنا نرانا ربي في الأجيال رانا ربي في الرجال رانا نوعي وكل واحد باش يعرف باش نهي الحقيقة واش رانا نقابله كان لي قال من قبل للأسف قال رقص دعتنا بفرنسا وتلقيه دايما في اللوم على فرنسا ايه صحيح صحيح احنا نلقيه دايما في اللوم على فرنسا لأنها موجودة في كل مكان العملاء انتعها خدامين في مراكز مش ممكن انسان الواحد يتصورها حتى في الدوائر السامية اللي نعرفوهم ساهلين نتعاملوا معهم لكن الهلكة والمصيبة الكبيرة في اللي يدعى والوطنية ولد شهداء ولد مجاهدين الناس ناسي بنت ظاهر متاعهم كأنه يعني لا معه ولكن في حقيقة هم المرض تحت تبن ما تحت تبن ما يخرج منهم غير الشي اللي يقتلوا لأنهم عندهم ماضي ثقيل عندهم يعني شهداء ولكن هذو هم أفضع الخاونا لأنهم باعوا وهذه في طبيعة الإنسان يعني مش ممكن إنسان أنه يكون يكون شهيد ودائما يكون وليده شهيد ولا يكون صالح وليده دائما صالح هذه مستحيل يعني ربي سبحانه خلق النار وخلق الرماد خلق النار وخلق الرماد يعني كين أنبياء ولدهم مش صالحين كين رسل ولدهم مش صالحين هكذا خلق ربي سبحانه عبرة لأنه الإنسان إنسان كل واحد يتحاسب بالعمل انتعه كل واحد يخلق قبره وحده كل واحد يقاب لربي سبحانه وحده بالعمل انتعه هذه هي سنة الحياة هذه هي سنة الحياة اللي جعل الله الله سبحانه وتعالينا في الأرض واجعلنا بعضكم لبعض الفتنة كلنا كلنا كل واحد فينا روم تحل الآخر لأنه في نهاية الأمر لح كل واحد فينا يجاوب على الأسئلة يوم القيامة في قبره واش درت عطيتك وسائل واش درت عطيتك بلد حافظت عليها وما حافظتش عليها عطيتك عائلة حافظت عليها وما حافظتش عليها كلنا مسؤولين كلنا راح نخلصوا وهذا الشيء لازم تقتنع بها الناس لأنه لما تقتنع بهذا الشيء تقول لنا استخدم في الإيطار الضيق في العائلة تنتاعها تربي ولادها باش تبني وطن باش تبني حلم هذه هي الحقيقة المرة انتعنا فهذه الناس اللي محسوبين على الشهداء ومحسوبين وكذو خاربين للدنيا هم اللي هلك الدنيا هم اللي طعنونا في الظهر هم اللي طعنو الوسم في الظهر وفرنسا تحبهم تحبهم لأنهم عندهم صداقية تاريخية عندهم صداقية تستعمل فيهم نحكي لكم حكاية بالمناسبة لما كنت في المخابرات في نهاية عفوا في نهاية هذه الكالسرات في في حدود 89 89 على ما ظن كان كان واحد النهار كنا في مكتب و جابنا واحد تسجيل في إطار القضية جابنا تسجيل لكم تعرفوا عليش تسجيل هذا عليش مش كون الإنسان موسيق به فهذا تسجيل قامت به المخابرات في 1984 و لما سمعتون دهشت دخت التسجيل هذا كان بين ممثل دي جي أسو اللي كان في السفارة الفرنسية وبين المصلحة نتعو في فرنسا وبين المركز نتعو في فرنسا بين الإدارة العامة نتعو تعالي جي أسو في فرنسا المهم المدير انتعو دي جي أسو في المخابرات الفرنسية الخارجية في السفارة كان يشتكي يعني كان يطلب ترشيدات إرشادات عفوا للإدارة تعوي يقول يقول راني عندي طلبات للجنسية والالتحاق بالجنسية لأن الناس اللي عاشت من قبل 1992 كان عندهم الحق باش يسترجعوا الجنسية الفرنسية فقال راني عندي كم هائل من ناس اللي حاب تسترجع الجنسية الفرنسية وعندهم مناصب عالية قال ما نش عارف كيف ندير قال راني يعني طلبات كثرت علي وووش ندير عقول لي ووش ندير الرد انتع اللي كان يتكلم مع الفرنسية قال بخوص أيدي وكبا كبا يعني خوض الملف واحد بواحد أضرص الملف بواحد بواحد وهو كان في ذلك الوقت يتكلمهم على وزير زرقيني كان يتكلمهم على زرقيني زرقيني هذا اللي كان وزير في وقت البومديان كان يعني كان معروف كان إنسان كان يذو نفوذ هو من قدم أفرنسا فهو التحق من بيان جماعة كبيرة جدا التحق يعني حاب يعود أرجع للوسمونت الجنسية الفرنسية تورجع استرجعها فحكيت لكم هات الحكاية باش تعرفوا من وقتاش بدل الخيانة هاد الكلام صرا في 84 في 84 كان ناس تهرول لخاوانا يهرولوا يجريوا باش يسترجعوا الجنسية الفرنسية ما بالك اليوم اليوم باش تعرفوا كيفاش لحقنا لهات الخيانة العظمى اللي رأنا فيها يعني ما بدتش من اليوم ما بدتش من البارح عفوا ما بدتش من البارح بدتش عندها زمان وفرنسا راه يتخدم عندها زمان يعني عندها زمان اللي راه يت ت ت ت ت تخير في العناصر نتاعها وتدرسهم وتعاونهم وت وتنميهم أصبحت شبكة هذا يطلع هذا أصبحت شبكة هذا يطلع هذا هذا بالعقل يحمي على هذا هذا يوسي على هذا بني عميس بني كذا بني كذا بني كذا المهم أنهم عندهم نفس الحلم عندهم نفس الأرشادات كلهم كلهم يتلقاوا الأماظر من فرنسا كلهم يعملوا من أجل حلم واحد اللي هم حلم فرنسا اللي ما فهمش اليوم باللي احنا باللي احنا العدو ونتاعنا راه فرنسا وراه معمي واللي مصر على هذا الشي ما فهمش باللي راهنا في حرب غير معلنة مع فرنسا احنا أعداء الفرنسا نعم احنا أعداء الفرنسا بكل فخر نقولها نحبها 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 وكانه من كاره نقولها بكل 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 صراحة وقلتها من قبل ونزيد نعودها في هذا في هذا في هذا في هذا المجال هذا اللي هو قلتنا نتكلم في بي وناسبة خمسة جويلين اللي يتوهون بها احنا أعداء الفرنسا وطالما فرنسا راهي في رقابنا طالما فرنسا راح يعقبنا. ما نشوفوش الخير. ما نشوفوش الخير. فنحكي لكم أمرين كذلك. مسألتين باش تعرفوا كون هي فرنسا. ما قضيتين مهمتين جديدا. باش تعرفوا واشترن نحنا كذلك. القضية الأولى من خريب فرنسا هي مشروع يوروديف. مشروع يوروديف هذا اللي قامت بها في فرنسا بعد النكسة تاعة 73. بعد النكسة البيترول للقاوب اللي لما حبست كل أوروبا وتقريب كم العالم. القاوب اللي الطريق الوحيد باش ينقضوا الاقتصاداً تاهم ويتمشى ويستهروا. أنهم لازم يمشيوا في الطريق النووي. لازم يديروا مفاعلات نووية باش ينتجوا الطاقة باش يقدروا يمشيوا كل الوزن. كل الاقتصاد متاعهم. ففي بداية السبعينات في حوالي في حوالي أربعة وسبعين. ثلاثة وسبعين عفوا. قررت فرنسا باش تنشأ هذه أوروديف باش ينتجوا فيها اليورانيوم المخصب. المورانيوم مخصة بهذا اللي هو الوقود انتاع المفاعدات النووية. بدونه مش ممكن أنه تمشي المفاعدات النووية. علماً. علماً أنه اليورانيوم كله يجي من نيجر. لأنه تعتبر نيجر بالنسبة للفرنسا أكثر أهمياً فرنسا نفسها. من بعض المناقي نفسها. لأنه فرنسا لأنه نيجر فيها أكبر منجم نووي في المنطقة وسهل جداً يديروا اليورانيوم باطل. باش يمشيوا كل الاقتصاد المتعام. وكتشوفوا نيجر وش رو صاري فيه. رأوا ما زالوا في الحاضيذ منذ زمان يعني ما بنع له ولو. كما ما بنع لأنه نحنا ولو. على الأقل. فمشروع يوروديف هذا كانت فيها كانت فيها فرنسا هي الرأس. كانت فيها ألمانيا، سويد، بريطانيا، إيطاليا. ولكن كان مشروع مكلف جداً. بذلك الوقت باش تبني مصنع باش ينتج اليورانيوم بالإمكانية اللي كانت في ذلك الوقت. يعني في بداية السبعينات كان مشروع يكلف أموال طائلة جداً. فبدأت بعض الدول تنساحب. انساحبت بريطانيا، انساحبت إيطاليا. كانت سويد عندها عشرة بالمياه من المشروع. حطت فيها دراهم بعد انساحبت. وألمانيا في ذلك الوقت كانت فيها الناس اللي تحب الطاقة المتجددة رحوا من الطاقة المجددة وما تمشوش في المشروع. المهم في ذلك الوقت كانت إيران حكم هشرة. كانت إيران كانت بلاد تنتج طائرات. يعني كانت بلاد مصداهرة. يروح سيشيرك في ذلك الوقت. في 74. يروح يتكلم مع العشائرة ويعرض عليه. قالوا شوف قالوا كين السويد رح تعتزل. وعشرة بالمياه انتعها بما انك انترك حابة يكون لديك مفاعلة نوية. خلينا قبل ما نعطيك حنا المفاعلة نوية. نتشير معنا المفاعلة نوية. نتدخل معنا شريك في الليوزين هذي انتا يروضيف. باش ننتجو أولا الوقود النووي. ومبعد يعني ومبعد نعطيوك المفاعلات. يعني بعد ما رح شيرك قلت إلى طهران. ووافقوا يعني يعني الإيرانيين. وعطاوا في ذلك الوقت عطاوا يعني في 74 مليار دولار لفرنسا. مليار دولار فرنسا. يعني مليار دولار في ذلك الوقت رح يحجم هائل. وزادوا لهم هذه مليار دولار عطا لهم عطا لهم العشرة بمئة. اللي في حقيقة كنت أكثر من العشرة بمئة. يعني السويد مدخلوك مليار دولار. أقل بين ذلك بكثير. ولكن الفرنسيين من الخبذين تاعهم ضخموا ضخموا العدد. والداوة نهبوا يعني حاجة اسمينها من عند الإيرانيين. فالداوة مليار دولار. وزادوا عليها زادوا مئة وثمانين مليون دولار قدمتها إيران. باش يبنيوا المصنع عندها رضيف. المهم بدأت مشاهد سنين سنين كذا كذا. فبدأت قلق شها إيران. وقتاشت أعطيونا الربح. وقتاشت يعني تبيعونا المفاعلات. والفرنسيين لم يطلقوا اليوم غضوة اليوم غضوة اليوم غضوة. فقلقهم. واش يدروا له؟ دروا له ثورة الإينارينية. بعتوا له. كان عندهم الخميني. فدروا الانقيلة في 1979. الذي كان وراء الفرنسيين. وإلى غاية اليوم ستدرهم إيرانيين. هذه القضية الأولى اليوم. القضية الثانية تانيت نفس الشراك يروح للعراق. كان صاحبه صدام حسين الله ضعوا. وقد قلقوا. من حينها سبتمبر 1974. فقنعوا. قالوا وشوف. قالوا ان ايران را هي دولة إسلامية. را هم كذا وكذا وكذا. را هم را هم را هين دولك مشاكل. مال أفضل انك تدير مفاعلات نوية. وكان صاحبه. من الفضل. مالأفضل انك تدير مفاعلات نوية وتمشي في الطاقة نوية وتنتج سلاح. كوكذا. để تحميه بلادك. وهذا وكذا. صدام حسين ومخرج من العراق ورح لأوروبا أول سفر دار ورح لفرنسا ثان سفر الوحيد لأوروبا لأنه كان يخاف فرح جاء في المفاعلة تعجبوا أول من المفاعل كان قوي جداً قالوا له هذا ما بيعه لك ولكن بيعه لك واحد أخرين بيعه له زوج زوج نعطي الأسم بالعراقية تموز واحد تموز واحد هذا اللي هو كبير جداً ممكن ينتج ومفاعل ثاني صغير تموز اثنين كي يدرسوا فيه وهذا مبدئياً يعني كي يبدأوا في المشروع وكان المفروض أن يزيدوا لهم مفاعلات واحد أخرين ما ليش يا سيدي باعوا لهم المفاعلات هذا تم اتفاق في 75 فباعوا لهم المفاعلات وبدأت فرنسا تبني في المفاعلات في وسمه في العراق في حين كانت تبادل بين الخبراء يجيوا خبراء من العراق ويرحوا إلى فرنسا ويتعلموا كيف يتخدموا المفاعلات وكذا وكذا وفي هذا الإطار كانت في جوان 1980 كانت عراق بحثت مجموعة من الخبراء رؤوس تاهم كامل بعتوها للفرنسا على رأسهم خبير ذرة معروفة من أصل مصري كان يخدم في العراق واسمه يحيى المشهد فراحوا يتمموا كما تقول التجهيزات النهائية لكي يبدأوا في المفاعلات لأن المفاعل كان من الفروض أن يبدأ في نهاية 81 كي راحوا راحوا للفندق في ليلة من الليلات صدموا عليهم كومون دوم الموساط ودبحهم كامل نعم دبحهم كامل هديف الواحدة 80 في الثمانية عفوا عاما بعد لما انتهت المفاعلات كملوهم وقعد غير يحطوا فيهم الوقود النووي يعني قعد غير يحطوا فيهم اليورانهم المخصب كانت خلاهم حتى إعراق دفعت آخر دولار في المفاعلات دفعوا كل شيء قعد غير يجيبوا لهم الوقود النووي يبيعوهم الفرنسيس للليهود راح المقاتلة في جون 81 وقصفت المفاعلات تموز واحد وهو كما كان أكبر مفاعل فرنسا ادت دراهمها وبعت الجموعة كلها بإسرائيل هذا زوج أمثلة بركة باش تتعرفوا الغضر والدهاء فرنسا ملاحظة عن نوع وملاحظة خلاك وملاحظة بتضطع أكثر في القطاق الركض التي لا تريد حدولها وملاحظة 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 في النيجر الذي أعلم فيها أكبر منجم العموان فرنسا وملاحظة أدت حدوا في التسعينات وقتلت وقتلت ونهبت ونزيدنا نقول أنه في بداية التسعينات رضوان صاري رحمه الله وآخرين الله يرحمهم فرنسا هي اللي قتلتهم إلى إمتبر القتل انتهم لأنهم كانوا مزؤولين على المشروع النووي اللي كنت جزء منه واللي صارت لي مع التوفيق فاجئة فاجئة الحقيقة صارت في فيفريت 92 لأنه أنا كنت في المخابرات في مركز بنعك في مركز المعروف اللي أصبح معروف ولكن رحتنا يا باش ندير في إطار تعاون في إطار عفوا في إطار المشروع باش يعني في إطار تنسيق وفي إطار درس تدريس عفوا في إدراس دراسة كذلك فلما رجعت كان لازم يكون تنسيق في مخابراتي في هذا المشروع ما كنتش حاب نحكيها للحكاية في الحقيقة ولكن لازم نحكيها للتاريخ ولكن نحكيهش بالمرفورو عن تها لأنه في أمن القوم الدخل فرحت كما كان الحال وكان في ذلك الوقت كان سوامس محمود رائد وسوامس محمود المدوحابيب اللي كان رئيس المكتب التمك الله يرحمه اللي توفى في سبعة وتسعين لما أعتقد والوفاة تعوري بين قوسين اللي نعرفوا مليح فرحت بمدينة خدمنا خدمنا مليح خدمنا مليح 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 من ما نقول مليح 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 فلحقنا لواحد المرحلة كان لازم كان لازم أعلى رأس الجزائر ياخد فيها في هذا المشروع كان لازم أكبر رأس ياخد قرار فبعثني الحبيب الله رحمه حبيب في مهم مسير يحبط وذلك الوقت أنا كنت نعرف دوثيق لأن كان يجينا البناء كنون تقريبا يوميا كنت نتلاقوا به ولكن ما ما كنش نحب ما نحبش أنا هذه حلاقات المهم كان يعرفين ونعرفوه وكان عارف كان عارفوش نخدم ولكن الغريب أنه ما كانش عارف بلي رحت فلما رحت نشوفوه كان ذاك الوقت السيكريتار نتاعو كان واسمه خالد كنت نعرفه مليح مليح كان قتله ربعتني حبيب في أمر لازم يعرفه غير هو غير توفيق كما كان الحال دخلني قال لي قعد توفيق واشرعك الله باسمه ايه تفضل فهدف المكتب بتاع توفيق قتله هوليك واشكين هوليك واشكين خزن فيها قال لي قال لي وقداش رحت انتهى قتله هوليك واشكين هوليك واشكين هوليك واشكين رايه في بني الدينة واش نديرو لازم يعني انتهى تخصل للرئيس للرئيس الجمهورية ويعني هوليك رفوقناه باش يقولنا واش نديرو لانو هاد الشي انو كان يكون بني الدينة رانا رانا ربحنا رانا ولينا شي عظيم قلت ما ندخلش في ما ندخلش في ما ندخلش في يعني في في الديتايلز في النقاط الحساسة فاخذر في ايام بعد كيت تكرمت له على المشروع قال لي ما بعد حنا واش نديرو بها والله الذي لا إله إلا وتعرف كأنه واحد رماع ليه بدون تعمه برد ما كنتش ما أمنش أنا ما أمنش اه قلت له كيفّ شدية رسمي اوه قلت له هول لكو شو نديرو هول لكو شاو يدرد وانصاري هول لكو شاو يدخل هول لكو شكاين يعني كيف كيف حش يدر حني يعني اه الأمر يتعلق بالدفاع والجزائر يتعلق بالمشروع وبالملسقLI خزا لها بعد قلي شوف قال لي رح رحنا عند خالد أكتب لي قال لي بالفرنسية قال لي دل لي رابور وخليه عند خالد ومن بعد قال لي قال لي رك تشوف حبيب قلت له ايه قال لي ما تدورش معه رغم حروك بهذا الكلام قلت له صحة ورحت فرحت خرجت بخيبة أمل كانت هذي أول خيبة أمل اللي صفعتني صراحة صفعتني ضربتني تري سيتي ضربتني كما قول واحد صعبي في ذلك الوقت ضربتني دومي الولت لأنه ما أمنتش هذي صعد في فبريت من ونتسعين كما كان الحال يعني إذا تردت الوصم انتاعي ذلك التقرير انتاعي ورحت عوت وليت لأت الفرنسا فهم بعد هذي جبتها على رضوان صلى الله عليه وسلم وكنت رح نظر فيها فهم بعد تفاجأت من الجمع اللي كنت انخدم معهم كل واحد راح كل واحد صيده ابتداءا ابتداءا رضوان صلى الله عليه وسلم كنت لقيت بها قبل بأسابيع قبل ما يقتله كنت عدس تحب التالي تلاقيت بها بأسابيع تلاقينا عند عند باب تحت يعني تحت كان هو في واحد العمارات كان هو في المكتب انتاع الزار كان رئيس المستشار العلمي وكان عنده عامل تم أكثر تلاقيت بها هذي بعدها بأسابيع توفى قتله وقتله واحد اخرى ومن هذي كبدأت المشاكل الانتاعي مع اسماعيل تاجينا نتكلم فيها المهم الآن حكيت هذه باش نحكي لكم وين لحقت الخيانة باش نحكي لكم هو اشترام بعد لأنه اكتشفت أنه اسماعيل كان عامل اسماعيل اللي بعد بعد صرعة يعني اللي موت تعبو ضياف صرت أمور عدة يعني كانت الحالة مخلطة في ذلك الوقت للناس اللي عيشت في ذلك الوقت الشباب اللي كانوا عايشين اللي كان للشباب في ذلك الوقت اللي عم شباب الآن رم رجال درك الله اللي كانوا يدراني رمج رجال درك الله يبارك باش يعرفوا ش صراه فبدأت الأمر تتخلط بدأت تتبان ريحة الخيانة بدأت تعفن الأمور بدينا نعرفه بدا في الحقيقة التكالب على الشعب الجزائري والمشي في مشروع الفرنسي اللي يحب تهلكنا وليحب تدمرنا بدينا نشوفه احنا عينان يعني بدأ ورجعني يضيحوا يعني بدأنا نشوفها يعني بدأ الأمر يعني المشروع انتهم بدأوا يطبقوا فيه على أرض الواقع وكما قلت الموت انت عرض وان صار يضار مهدني لأنه كان إنسان طيب طيبة وشموم كان أستاذي أولا ونعرفه معرفه شخصية الله يرحمه كان صديق للولد كذلك فتهديت لما سمعت بها تهديت وصرات صرات 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 لأنه فرنسا ما كانش حبتنا ما كانش حبتنا نمشيه في المشروع حضا فهمت هذي من بعد بعد ما اتضحت أمر وحد أخرى بعد ما اتضحت اتضحت الخيانة على العماري اسماعيل العماري هذا حكيتوه باش الناس تعرف المسألة انت عنا دركة لأننا عايش فيها الآن الشيء الحاضير اللي رأنا فيها هي من أجل خيانات اللي صرات من أجل العمل الدأوب اللي قامت به فرنسا في صالحة أم يخدمون صالحة هم عندهم مشروع عندهم منظومة مصونية صهيونية كده يخدموا البلادهم مش ممكن نتوقع من فرنسا اللي قتلت من عندنا الملايين مش ممكن نتوقعها غير ذلك العدو وانتعك اللي بين عدو مش ممكن تتوقع من عنده غير ذلك ولكن ولكن أكبر نجاح قمت بها فرنسا وهذا نستعرف به نستعرف به لأنه أصبح واقع أصبح واقع انتم ما رأكم تشوفوه ورأو يطيحكم الأمن ورأكم تنهازموا مع أنكم ما لازمش تنهازموا في هذا الوقت بالعكس لازم تشدوا رواحتيكم كالرجال كالحرائر مش تعرفوا الرنصات الدين مش تعرفوا بللي قضية فرنسا ما نش نلقي اللوم على فرنسا فقط القاضية تعني أن فرنسا ما يش حاب نكون وحنا قوة ما رايش حاب نرفح ورسالنا لأنهم في ذلك الزمان قبل ما تدخل فرنسا للجزائر كانت لما كانت الجزائر عندها وسطول وكانت تحكم بحكمها كانت فرنسا تحبط الراس كانت فرنسا تحبط الراس وكان الفرنسيين عندها عابد عندنا في الجزائر كانوا يجيوا للجزائر بش يشريوا العابد انتعهم اللي كنا احنا نصيدوهم ولكن دار الزمان دار الزمان لأنهم عارفوا كيف يشتعاملوا مع اللي ما يسوى وش حاشكم وباش نكون مغابح كل الوضوح اللي يستمنا الخير من ماكرون ولا ولا من غيره ما زال ما فهمش ماوش حاب يفهم باللي ماكرون ولا غيره ما يقدش يتحرك لأنه ما يقدش تحرك برايو ما يقدش تحرك بهواء لأنه يمثل منظومة منظومة معقدة مش ممكن يخرج عليها مستحيل يخرج عن نتاق اللي يعطاوه له وهذه المنظومة هي المنظومة الصهيوز ماسونية عندهم أهداف عندهم مخطط ما يقدرش ماكرون ولا غيره يخرج عليها وكله رأساء فرنسا اللي يجي أخبث من اللي يروح غير ميتيرون اللي هو ميتيرون طاعون هذا اللي أخبث من الجامع واللي بالمناسبة اللي يقتل بالمهيد حتى واحد ما يلوي درعنا بهم كين قواني ينتحميهم ومرناش عايشين متغابة هذا الكلام القانوني ومن الجيه الأخرى نقوله لولدته لولدته إمه يدنى لرعاية تعنا في فرنسا زيدنا عودها ونقول لولدته إمه يدنى لرعاية تعنا في فرنسا ويشوف يشوف ولد نوفمبر وغير يشوف هذو اللي ما عندهم ش شرف اللي نهضر عليهم يعني اللي رام يوسوس ويموتوا على فرنسا وي ورام يحاولوا يعني يخلطوا الأوراق ويبعثوا للرئيس بنصائح وبرسائل وكذا باش يضروا مصداقية الجزائر وهم رجل تعهم في المرادية ورجل في بربس نقولهم ونسألهم كذلك هل يهود فرنسا نساو وجدرت فيهم فرنسا في الحرب العالمية الثانية هل فرنسا رفضت أن تعتذر لليهود هل رفضت فرنسا أنها تعوض اليهود ماديا هل رفضت هل جرأت أنها تترفض هل تجرأت أنها ترفض يعني فكرتوا في هذا الأمر أشحال من جزائري قتلت عندنا فرنسا أكثر من 6 ملايين أكثر من 6 ملايين منذ واحدة ترجلها على الجزائر كانوا جنرات فرنسا يستمتعوا كما القوم يديروا يصفوا الجزائريين ويقطعوا لهم رسانهم ما عندهم وش يديروا دق خاطرهم لازم يواصيوا على نفسهم يروحوا على نفسهم شوية برامبعاد على ديورهم في عود يروحوا يصيدوا لا لا يحطوا الجزائرين وقطعوا لهم يرسانهم هذا وش كانوا يديروا الفرنسيين في الجزائريين علاش حنا رخاص في عيون فرنسا إلى هذا الحد هذا الكلام بوجه لما يسوا علاش حنا رخاص في عيون فرنسا سألتوا نفسكم وعلاش نقولكم وعلاش لأن بعض الكلاب بعض الكلاب حاشاكم سجدوا لها وحبوها وعبدوها وهي مرضاتش عليهم بالعكس كل ما يقدموا لها خدمات كل ما تعفس عليهم بش يزيدوا دور اكتر بش يزيدوا يهلكوا الشعب انتعهم والناس اللي عايشين معهم اكتر ذلهم وترخصهم حاشاك وتجعلهم مواس تطعن بهم رجال في الظهر شوفوا كيف شو صار في النظار وش دال فرنسا شوفوا ش دار بالخير اللي هلاء رحموا اللي كان الكاردينال يعني العربي بالخير كان اكبر عمال فرنسا شوفوا كيفاش انتهى انتهى حاشاكم كل كلب في عين عجال مرمي في 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 كرسي متحرك والله كان مرمي في كرسي متحرك واحد ما يشوف فيه شوفوا اللواء لحبيب شنتوف راح لفرنسا الخبيث كان قائد ناحية الله برك قائد ناحية الاولى كان عنده شرف انه البس لبس اللواء يمثل الجيش كما الجيش الجزائري ولكن خام هو بلق صير هربوا الفرنسا الفرنسا حوزتهم شوفوا كيفاش انتهوا الكلاب حاشك تموت هامل الكلاب الخياني متهملين قلنا احنا مسألة مسألة وجوده كينونية مسألة انتعنا مسألة وجوده كينونية البحر الابيض الموسط اصبح ما يتسعش لرأسين الدار اللي فيها زوج رسطيح هذه فهمات فرنسا ما مش حبينا يكون قوة ولكن رح نكون قوة بحول الله بالدرع ماشي بيرحم والدك بشي بش تخلينا فرنسا هذا لازم تعرفوه خليكم الكلام الفارغ طاوش أو دير الرئيس أو نا كده الصح اللي عنده القوة كان دايما هكذا هذا معنيش من اللي نقل احترام للرئيس حاشر أني نقول خليكم السماء الكلام لراكم تسمعوه والشي لراكم تشوفه لما يلحق وقت الصح لما لازم تقطع رؤوس تقطع رؤوس نقول لها ونعود ها لما لازم تقطع رؤوس تقطع رؤوس الجزائر فوق الجميع مضحينش حنا بش يجيو حشاكم كلاب يطيحونا كلامنا ولا يحطونا رؤوسنا مضحاش مليون ونص مليون شاهيد بش يجيو كلاب وحد وخرين حشاكم يذلوا الجزائريين والشعب الجزائري ويجوعوه ويحقروه ويخمسوه مستحيل لكن الأمر اللي يوجع الأمر اللي يوجع حقيقة هو أن بعض الناس انسات هذا الشيء كامل انسات الثمن اللي دفعناه الدم اللي سالنا الدموع العرض اللي راح العرض هي شحال من مرة اغتصبت في سبيل الله وهي صابرة لله من طرف خنز بتاع فرنسيس نسيتو هادشي نسيتو شحال من مرة قتلوا لها راجلها باباها ووليدها نحن ما نسيناش نحن ما نسيناش ونتوجه بالخصوص بهذا الكلام اللي انسوا الثار ودهم ود الفتنة وصاروا يرفضوا علام تاع جاك بنات الصهيوني اللي يتعامل معلخة ان محندو عرب ونقول لهم اقمون اكثر من 60 شاهد اغلاب زرو اكثر من 60 شاهد ثيكزرد اكثر من 40 شاهد ثلاب بناب اكثر من 35 شاهد اذرار اللي هي البلدية اللي هي القرية اللي هي القرية اللي هي القرية صغيرة اكثر من 60 شاهد اذيزار اكثر من نيوست 60 شاهد ثيميزار اكثر من 80 شاهد ايشافع اكثر من 100 شاهد احنوشن اكثر من 100 شاهد بوزقن اكثر من 150 شاهد ايث وفان هذي ايث وفان جايا في قعر جبال الجرجرة خلاصوا الرجال فيها انقرضوا الرجال فيها قتلهم قع فرنسا لأنه كانت قرية منها يروح المجاهدين لجبال الجرجرة نحاتهم ولاد قاصر يسيد علي بوناب اي فيحي موسى درع الميزان ايف سيلن مزرانا ذكري اذكروا هذو اللي قتلتم فرنسا واللي اقتصبتم واللي 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 نسيتوهم هذي الكلام موجه موجه للقبائل اللي انساوه شكون هوما وموجه كذلك لللي انساوه شكون هوما القبائل الاحرار حتى اصبحوا اصبحوا نادي وبدولة وكذا وكذا وهذا يضرب في هذا وفرنسا وفرنسا قاعدة تتحك وتشوف وتضحك وتضرب هذا بهذا لكن احنا ما ننسيناش احنا ما ننسيناش الدين والنيف والحرمة ما هيش كلمة فقط عند الرجال هذي كلمة تستوجب الضحية بالنفس وتستدعي الشهادة اذا كان الفار عند القبائل يورث جيل عن جيل فنحنا احنا فار نتاعنا فار نتاع الشهداء نتاعنا ما ننسيناش ودمه مولاش ما دم الشهداء انتاعنا ما ولاش ما وما يسبحش ما وما يقعدش في الارض فهموها باش تعرفوا شكونتو ما منين جيتوا شكون نخلص عليكم بشرة كنتمشيوا على الارض كل شي بر فيها فيها في أطنان تعديمها هذا الشي لازم تتفكروه هذا الشي اللي زم تعرفوه هذا الشي اللي زم يخافوا منه الخوانة من هي رئاسة الجمهورية الى المواطن البسيط لأننا احنا في الجيش الوطني الشعبي عرفناها وعلى هديك اللي قسمنا قسم وعهدنا على الموت ما نشح نطلقه فرنسا ما نطلقه هاش والله الذي لا إله ما نطلقه هياه احنا احنا رامي اسمها فرنسا في الكلام هذا وعارفين شكون هما شكون هما احنا وعارفين شكون هارون عارفين شكون فلان وفلان وفلان عارفين وعارفين باللي ما نشح نطلقه على هديك اللي رامي يديروا في الدسائس نتاهم حابين يستوليوا على رئيس الجمهورية حابين يستولي على الدوائر حابين 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 ولكن هايهات 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 هذا البنادم هذا اللي نعارفه يعني اللي كان في تسعينة كان فيه فرنسا طلع الفرنسا ما يعرفش كلام تاعه كلمة واحدة تاعه فرنسية ما عارفهاش خليني يعني من نقعد مؤدب فيما يخص هذا الشخص اللي ما نعارفه مليح مليح نعارفهاش كون جاوش كون بعتوش كون بالمسابة بعتو صديقه الحميم حابيه شوقي ونعرف يعني نعرف الخابين تاعهم مليح مليح نعرفها مليح مليح لو كان هات الخابيث هادا عرضت عليها فرنسا قتل وتولي رئيس بلدية وانت تسقط على نفسك الجزائرية الجنسية الجزائرية هل تظنوا انتما انه كان يقول له انه كان عرضت فعليه فقط تقول له شوف يا الجنسية الفرنسية يا الجزائرية خير تحسبوا رح يتردد ما يترددج لاننا نعرفه نعرفه في داخل واشي يكون نعرفه في داخل واشي يكون ولكن ش كون يخدموا هادا خدمته منظومة منظومة الخيانة واختش طلع طلع مع حبيب شوقي ش كون حبيب شوقي حبيب شوقي اللي كان عامل تاع الديرس حبيب شوقي اللي كان معه مجموعة معروفة كلهم كلهم يخدموا في اطار الترقية تاع الثقافة الفرنكوصهيونية المنهاج الفرنكوصهيونية التفكير الفرنكوصهيونية الانفتاح وكذا وكذا هذا الخبيث انتع شعابنا اللي كانت عنده كانت عنده في قدلموا الواحد مسكين بسيط على انه اصبح عظيم وانجح في مانريكا وش يدير يغني حاشكم الراي في في كاباري هذا قدموا الشباب الجزائري على انه ميثال يختدى به الله يبرك باش تشوفوا العقلية في عوض يعيش وذي قدم امخاخ التعامل يرغم تمهاك لا قدم شاب يغني في في كاباري على انه حاجة كبيرة علاش لانه هذا هو شليل ينفع فرنسا وبالدري في التسعينات لما كان لما كان المنهاج يتغير جعلوا مدير مدير رياض الفتح السابق هو اللي جعلوه مدير يعني رئيس رئيس لجنة ترقية الراي رئيس لجنة ترقية الراي يعني اصبحت اللي كان عاقيد يعني كان عاقيد في الجيش من قبل سنوسي لا لا امتقد فجعلوه يعني جعلوا الراي حاجة كبيرة يعني يشوف شاب او انجح في الماريكان وباش يكذبوا عن الناس في عاوض يقول لهم لا باش تنجح لازم تكون عند كينون تقرات تنفع بلادك كما يدير الناس كامل كما درت الصين انا عملت معهم في الصين الصينيين عملت معهم في المخابر اللي كنت نعمل فيها عملت مع امريكان و لكني كان باهران كانوا باهران للصينيين يعملوا ما يهضرون شسكات بوسطاء نذكرهم كانوا بوسطاء ولكن كانوا يعملون للنهار كانوا يعملون يعني تحير تحير شوفوا نصد الصين الآن هذا نحكي لكم في بداية التسعينات شوفوا نحقت الآن الصين شوفوا نحقت هذا الخابث هذا اللي راه هو ما حبش يتنازل على الجنسية الفرنسية نتاع من أجل مصر وزير ياخد ضرب علاف يروف شهر من دم الشعب وزيد لها أكثر من ألفين يورو انت عمتي يازات وزيد لها كل شهر عنده عنده تذكير بشي يروح الجزائر وزيد 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 كلش باطل كلش باطل يجي الآن يتكبر ويزيد روح يشتكي الماكرون شوف جدار في الجزائر ياسي ماكرون شوف جدار في الجزائر يعني في نهاية المطاف حاجة لازم نلاحظ عرف بها لازم نكون مقتنعين بها صحيح أنه كثرت الزلدات اللي رأي في الرئاسة والعرض إلى بات كسر ما تنفعش معها جبيرة كما قال الله رحمه نعم وكين أمور ما يطرتش عليها بالكلام ما يطرتش علي بالكلام لأنه الاعتقاد أنت على الرجال أن الخيانة دوها الموت باش تكون باش يكون الخيانة عبرة الخيانة دوها الموت ما كاش أمم نجحت قبل ما تنحي الخيانة وإحنا الله يبارك راكم تشوفوا فيها راكم تشوفوا فيهم إحنا لما تصدع الفرنسا يخرجون الخيانة كما كان تعمل دايما يعني الحقيقة هكذا كان نهار دخلت الجيل هو يدر تستعمل الزواف سامة البشغات سامة كدا سامة كدا تضرب هذا بهذا تضرب هذا بهذا هذه هي فرنسا باش الناس اللي يتحب فرنسا تعرف ورنا جتني الآن جتني كثير من أسئلة الأسئلة في الحقيقة ما يتسحش الوقت باش نتكلم فيها وأسئلة مهمة جدا كان واحد مثلا قال لي هل صحيح أنه وضياف اعتسل في 2013 كما قل سلم نتكلم نعم وضياف بضيارة خلاص من 2013 صبح غايب عن الواعي الذي كان يمشي في الأمور سعيد بوثفلي وهذه كنت قلتها في فيديوهات عدة بعد أصبح الخاتم تعريأس الجمهوري عن دار وشحب يعني هلك الجزائر قلناها وخبرنا الناس وتكلمنا وعيطنا وقلنا يودي بلك أن الناس دخلت في المصيبة نتعل 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 الطمع والطمع يفتسط الطبع الناس اللي تهات بالدنيا حاسبين رحين يخلدوا انها بكل وبوثفليقة يعرف الشعب أعطي لهم الدراهم للشباب أعطي لك داخل الناس تديق لناس تعيش وهم خلين الدنيا خلاو الدنيا خلاوها ما كتشوف وش وصار الان الإماراتيين اللي كنت كلمت من قبل على البنك المزعوم اللي داروا تعد سونا ترك في 2008 لما صرت الأزمة المالية لحدها لكي ينقض أصحابه في الإمارات دار البنك وعطا لهم تقريب 3 ملايير دور ومعاد البنك فلس حقه حق البنك فلس أفلس إياه في الحقيقة كانت تغير عملية مالية برك ومو دير البنك هرب لم يكن جزائري هرب هرب رح بعد طلب اللجوء في بلجيك على ما أعتقد فهذه هي الخربة نعم من وذو 2013 كان بوتفليقة خلاص خلاص أصبح يعني ما يحكم خلاص وحسب الخيانة دا يرحل في سؤال ثاني يعني نجرب أن نجرب طريقة مختصرة جدا في الأمور التي نقدر نختصر فيها قصنطيني اللي راوي يتكلم الآن يعني قصنطيني في الحقيقة كان حشاكم تحترجين التوفيق ما كان شوه كان عبدالرز أقبار هذك اللي توفى كان من المجموعة اللي الآن تمت يتمو كانت عندهم امتيازات كانوا حسب بان رح مشي كانوا شخصية هذا التوفيق الملعون هذا اللي هضرت له فالآن أصبحوا يعني يرجع لهم الهيلة ما ننتعهم باش يقول لي ويكون عندهم الامتيازات اللي كانت عندهم كذلك كان سؤال قال من قتل البوضيف فهذا يتكلم منها فهذا يقتل البوضيف لي جبه يتكلم منها فيها ومعروفة يعني ما كلها نزيد لأنه حتى المشروع هذا اللي تقت البوضيف رايح حكاية واحد أخرى أشكون قتل المعطوب لونس أشكون دير المجازر كخضايا كما هادية كنا حنا تكلمنا فيها كنا تكلمنا فيها لأنه باش تستحوذ فرنسا على الجزائر باش تكسر الجزائر ما ترفض صراح صراح بعد 20-30 سناء كل نازم يعطيونا بصدمة يعني موس في القلب عطانا موس في القلب وأكبر موس المجازر ما دابي إن شاء الله نخص لها يعني نخص لها حصة غير لها برك لأنه موضع مهم جدا باش منطلعو باش منطلعوش في من يقتل من باش الناس تفهم واش صراح كنت تكلمت في الفيديو اللي سبق وقلت باللي راح المخ في شاف شاف بتشين وشاف رئيس الجمهورية وقال لأنه في نهاية المشروع عنتعهم المجازر وقتل الشرافاء من قبل دياراس يعني من قبل الجماعة تعترطاق وابعاد زروال ايه عفوا ابعاد طيب دراجي قتل سعيدي فوضيل التهجم على بتشين كل هذا كان باش يقتل الأحرار لأنه فرنسا ما كانتش حب زروال ما كانتش يحبت وينجح لأنه كان عندها مشروع الغاص وفي هذا الأيطار نرجع نرجع للخيانات ونتكلم على اسماعيل العماري هذا الخابث الآخر هذا اللي زعمه مجاهد اللي كانت تقريبا أسبوعيا في فرنسا كان أسبوعيا في فرنسا كانت تلاقيه في المطار واحدة اسمها بروضا غير الحق تده كانت الدياستي كانت مسؤولة هي لحقة تده تقوم به عنده عنده الوثال الخاص عنده الوثم الخاص والتعامل رأي رأي الخيانة عيني عينك عيني عينك ويقول واشي يروح هوليك التنسيق وكيف تحت التنسيق ولكن يعطيه توجهات حتى أصبح الأمن الداخلي فرع من الدياستي الأسف أن الخيانات استمرت من بعد خاصة كما حكم سعيد بوتفليقة أو أحمد مثلا جنرال أحمد اللي كان حكم بعد اسماعيل كان خدام عند الدياستيق خدام عند الأمن الداخلي الفرنسي ولحقت الأمور إلى يعني كنت قلت من قبل في حصة أنه الأرشيف الجزائري كل جزائري لا 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 في شي ناسيونا بين قوسين عفونا الكلمة أحتذر عن الكلمة باش الناس تفهم اللي فيه البيانات تع أسدوز كل شيء كل المشروع هاداك عطاوها الفرنسا تعرف كل جزائري شكون بابها شكون يمها سلمونا مكتفين الفرنسا هاولك واش دار سعيد بوت في الإقام باش تعرفوا ونلحقنا باش تكونوا واعيين فرنسا ما يش راقد ولما نتكلم على فرنسا نتكلم باش تعرفوا باش الناس تفيق باش تكون واعية باش تكره فرنسا كذلك لأنه مستحيل مستحيل أننا ننجح إذا قادت فرنسا يحنا يهما لازم تعرفوها يحنا يهما وهم عارفين كذلك نفس الشيء لأنهم باش يعيشوهما لازم يمتصدي ما نحنا باش هما يعيشوا مرفهين احنا لازم نعيش فقراء باش هما يعيشوا عزاء احنا لازم نعيش أذلاء هذي عارفوها هما عارفوها ومن زمان داو دا بتاعنا داو البترول داو الغاز داو 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 ومازال يديوه ولكن هاي هات هاي هات حنا باش باش تصرجعنا الجيش الوطني الشعبي خلصناها غالية والناس اللي راي فقط عندها عام ولا عامين ولا مقلقين باش يشوفوا ثمرة الدولة النوفمبرية طايبة رجال عندها اكثر من عشرين سنة وي تعمل ما جاش استرجع الجيش الوطني الشعبي ما جاش هكذا برك دفعنا ثمن غالي جدا باش ترجعنا باش راكم تشوفوا كيف شرها الان باش ولا يخوف دفعنا ثمن غالي جدا ومحتاجين للشعب الجزائري قلت هون 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 الجيش الوطني الشعبي بدون الشعب بدون الاحرار من الشعب الجزائري بدون الاحرار من الشعب الجزائري ما يسواش لان الى راح الشعب على ماش ندفعو الجيش راموا ولاد الجزائر او غير كما تقفى الله يرحمهم كذلك في عمليات را يبدأ فرنسا تخرب بالنا وما زال تخرب استعدوا ما زال تخرب اذا اذا كان الجيش ما عنده الشعب يتكل عليه على ماش نخدمه يعمل نسلمه فكن وعيين كن وعيين الجيش الوطني الشعبي جيش الشعب الجزائري الحمد لله الرجال اللي فيه الرجال الجيش الرجال الشعب الجزائري رجال الشعب الجزائري ما كاش انتكاسة ما كاش رجوع في المشروع انتعانا وقلتها ونعودها طريق ما وش سهل الطريق ما وش سهل طريق اللي اخذيناه بقناعه وبإيمان وش ممكن نبدله والزوخ ما يزيد في رجلها صعب صحيح صعب صعب وقفنا للموت وقبلناها عارفين باللي رانا على حق عارفين علش قلنا لا في 92 عارفين وعليش كان لازم نعمل باش نسلك الجزائر وعارفين وين راي نهاية الطريق واللي الناس الان راي تحب نفسها اكثر من الاخرين وحب ان يترفوا على ظهر الشعب الجزائر وحب ان يخدموا غير نفسهم نقول لهم هذ الناس اللي رام من اجل مصالح تعم ما يخونوا نقول لهم تقدر تشري بيت ما تقدرش تشري عائلة تقدر تشري الدواء وما تقدرش تشري الصحة تقدر تشري متعة وما تقدرش تشري السعادة تقدر تشري قرآن ما تقدرش تشري الإيمان والهدايا تقدر تشري جواز من عند فرنسا ونه يمكن ما تقدرش تشري وطن هذه حقيقة الدنيا اللي انسوها الخوانة هذه الحقيقة والواقع المر متاعنا نعايشين فيه ليحب يشوفو ويشوف وين وصلنا يروح للمحاكم يروح للمحاكم في المدينة نعايش فيها ويشوف شوصاري فيها وين نحقت البويوت وين نحقت الفضايح يروح للمستشفيات يشوف الخربة ويشوف بعينه واش ولدت الخيانة وين وصلتنا فرنسا الشي اللي راكم تشوفوه كامل لأنه شيء ممنهج في التحطيم احنا نتكلمه هكذا عشنا ننسيب نعاود ونقول لأنه لما تعرف الداء تعرف الدواء لما تعرف أسباب العلة تعرف على الأقل كيفاش تداد داوية روحك ماشي كما الآن كورونا ما عرفوش كيفاش يداوية وليون ما عرفوش كيفاش يتمشى احنا نعرف سواء سباب الداء ديانا عارفين عارفين من جهة أخرى عارفين بللي الناس تقلقت الظلم وعر جربناها شربناها 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 كل مرار وحاسين حاسين بالوجع انتاعه حاسين عارفين واش ناس راه تستنى عارفين بللي الناس راه هي أمل الناس راه تستنى حابين يشوف الثمرات عارفين هذا شيء عارفينه الإنسان مقلق خلقا إنسانه عجولة عارفين هذا شيء واليوم اللي العجوز مسكينة والشيخ يروح حجه بلا معارفة النهار للشاب العاطل يروح يعمل بدون معارفة النهار للشاب الجزائري اللي تأخرت في الزواج المسكينة بنت الفاميليا تقدر تبني بيت بعد طول انتظار المريض اللي يروح يداوي بكل رحمة في محيط يحفظ له كرامته كإنسان اليوم اللي الطفل يتربى في جو هادئ نبني به مواطن متوازن صالح بشي بن بلاده ذاك اليوم برك ذاك اليوم كونه في احطينا اول رجل على الطريق الصحيح وهذا اللي رانا خدمه فيه هذا اللي رانا وعين به هذا اللي رانا للناس لازم تعرفه ونقولها كذلك إذا ما احنا مغضبناش على الجزائر الحال اللي رانا فيه اللي وصلنا فيه شكون رح يغضب إذا احنا متحرقناش على الجزائر شكون رح يتحرق إذا إحنا مبنيناش الجزائر هادية شكون رح يبنيت بنيا فرنسا إذا إحنا مدناش نيف على الشهداء شكون رح يديه النيف شكون رح يديه النيف على الشهداء كونوا رجال يا جزائريين كونوا رجال كونوا اليوم رجال غضوة تفتخر بكم الأحفادن تاكم تخلوا لهم حاجة تخلوا منذكر يعرفوا بلي ولدهم أسود كونوا رجال باش تدعيكم الجزائر بالخير تتعاكم أمام الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا يديه النيف ما لازمش فقط يسب فرنسا لا ما لازمش يهضر ما لازمش يستنى القيل والقال لازم يعمل إلا حبيتونا نهزمه فرنسا لازم نخدمه ما نقعدوش نهضره ولا نتأسفه ولا يطحننا المعنوية يتنتعنا هم داره هم عمله لا كل واحد في الموحي التعول عنده مسئولية أمام الله سبحانه وتعالى عنده مسئولية أمام الشهداء راح يتحاسب عليها كل واحد عنده حجرة لازم يحتاء كل واحد عنده حجرة لازم يحتاء واجبه أن يحتاء حنا ما نتحاسبوش فقط على الشيء اللي اللي نديروه نتحاسبو على الشيء اللي مدرناش واللي كان لازم نديروه هذا الشيء لازم تعارفوه الناس أجمل شيء في الحياة أجمل شيء في الحياة وهي يكون عندك في حياتك شيء يجعلك تنود الصباح شيء تحبوه شيء ما تترضدش وتموت منج أجله هذا أقوى هذا أجمل شيء في الحياة وإحنا انتهجنا منهجش وعداء الله رحمه جعلناهم قدوة وما كانش نقولها بكل وضوح باش اللي ما سمعهاش يسمعها واللي ما عرفهاش يعرفها ما كانش حد ما كانش حد رايح يحبسنا إذا تمسط الجزائر بأذى والشعب بأذى ما كانش حد يوقفنا من أجل مصلحة الجزائر وشعبها ما كانش حد لا في الجزائر ولا في خارج الجزائر الراجل الراجل لما يفكر كالرجال لما يتكلم كالرجال ولما يموت كالرجال هذا هو مهر الجزائر ومهر الجزائر غالي مهر الجزائر غالي عرفوه الشهداء وما يقدروا عليه غير المؤمنين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعربكاته وتحية الجزائر والمجد والخلود لشهداءنا والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى